شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذية وصاحب سمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم تمرنا عسكريا تعبويا مشتركا بين دولة الإمارات والأردن جرى في ميدان تدريب في أبو ظبي ويهدف التمرين الذي اجتمل على هجوم نهاري لسرية دبابات زايد اللوكليرك إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين بجانب تأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات واستمع سموهما إلى إجاز حول فعالية التمرين الذي شامل العديد من التدريبات المشتركة منها التخطيط وألية التنفيذ والتي أظهرت المهارات القتالية بجانب نوعية التدريب والتأهيل الذين حظيت بهما القوات المشاركة إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة